هيا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهار ده ان شاء الله قررت عاملكم اول مقارنة هاتشوفوها ما بين الاصدار الجديد والاصدار القديم لسيرام الهايلورونيك من لوريال وقلت اوفر عليكم بالفيديو ده خضة كده ممكن تتخضوها لما تشتروا السيريوم ده وتفتكروا ان هو متقلد او مخشوش وهقول لكم على كل الفرق الموجودة بين الاصدار القديم والاصدار الجديد علشان تاخدوا بالكم منها كويس وانتو بتشتروه وكمان هنعمله ريفيو سريع كده هقول لكم كل حاجة عنه مكوناته ازاي بنستخدمه سعره كل حاجة عنه بالتفصيل ولو انت محتاجة سيرام يديكي ترتيب عميك ونعومة ونضارة واضحة جدا من اول استخدام يبقى انت وصلتي للفيديو الصح قبل ما نبدأ ما تنسوش تعمله سبسكرايب للقناة واتفعله زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ويلا بينا نبدأ طبعا كل اللي امتابعني عارف ان انا من المتحمسين بشدة السيرام الهايلورونيك دوت من مجموعة هيلورون اكسبرت من لوريال واني عملت لكم فيديو قبل كده ومخصوص عن كل المجموعة ديات وقلت لكم ايه الحاجات اللي عجبتني فيها وايه الحاجات اللي ما كانش ليها اي لازمة لو حابين تشوفوا الفيديو دوت هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن وسيرام الهايلورونيك دوت بقى كان من الحاجات اللي انا تحمست لها جدا في المجموعة ديات وعجبتني قوي وبالفعل بستخدمها بقى لي فترة كبيرة لحد ما جيت اطلبه كده من حوالي اسبوع من صيدلية المفروض طبعا انها صيدلية كبيرة قوي يعني مش حاجة قليلة وجالي ازاستين مش شبه بعض اصلا الاختلاف ما بينهم كان واضح جدا في شكل العلبة وكمان في شكل الازازة فقلت بس انا اتضحك علي واتبعت لي واحدة تقليد وبالفعل قررت ان انا هاخدهم وهروح لهم بنفسي وهعمل مشكلة كبيرة لو فعلا طلعت واحدة فيهم تقليد لكن بعد ما رحت اقلولين السيروم ده بقى فيه منه اصدار جديد والاصدار القديم منه ده خلاص بيخلص والكمية اللي فضلة منه كمية قليلة قوي بيبيعوا منها طبعا لحد ما تخلص لكن مع الوقت خلاص مش هيبقى فيه غير الاصدار الجديد دوت والاصدارين طبعا فيه بينهم شوية فروق وفيه فرق للأسف زعلني جدا جدا وهنعرفهم مع بعض حالا بس الاول خلونا نعمل ريفيو سريع كده عن السيروم ده واول حاجة طبعا خلونا نتكلم عن اهم مكوناته وهي الجليسرين و1.5% هيلورونيك أسد ولليه ما يعرفش معلومات كتير عن الهيلورونيك أسد انا قلتلكم قبل كده عنه في فيديو انه هو بالضبط جزيئاته عاملة زي السفنجة كل جزيئ واحد من الهيلورونيك أسد بيمتص حوالي 8 جزيئات من المية وهو ده اللي بيدي المظهر النظر الواضح جدا في البشرة بعد استخدامه بالاضافة لان الهيلورونيك أسد بيساعد على تجديد الدهون الموجودة في حاجز البشرة وده اللي بيدي المظهر الممتلئ ولو عندكم شوية لاينز خفيفة كده في وشكم بعد فترة من استخدامه بالفعل هتلاقوها قلت جدا نيجي بقى لطريقة استخدامه وهي على عكس مناس كتير فكرة اننا بنحطه كده على وشنا على طول لكن في الواقع في خطوتين مهمين جدا لازم نعملهم علشان وشنا يستفاد جدا من السيروم ده واول خطوة فيهم طبعا هي اننا هنغسل وشنا كويس قوي بالغسول بتاعنا وكنت عملت لكم فيديو قبل كده مخصوص عن كل الغسولات المناسبة لكل أنواع البشرة لو عاوزين تشوفوا الفيديو ده هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن نيجي بقى لتاني خطوة ودي الأهم هي اننا مش هنحطه على وشنا كده على طول وهو ناشف لازم وشنا يكون منادي أو علي نسبة مية وفي الخطوة دي أنا هقول لكم على السر بتاعي اللي أنا بحبه جدا وهي اننا مش بستخدم مية عادية بحب جدا استخدم مية ورد يعني بعد ما نغسل وشنا كويس بلغسول هنرش عليه شوية من مية الورد بعد كده بالزبط هناخد بامب واحدة بس من السيروم وهنوزها على وشنا حوالي 3 نقاط مش أكتر وهنوزها على وشنا بحركة دائرية وعاوز أقول لكم لما بنحط السيروم على مية الورد بتحس ان كمية السيروم زادت وبقت أكتر يعني بيمتازجوا مع بعض جدا وكأن كل اللي على وشكم دوت سيروم مش مية ورد لكن طبعا عاوز أقول لكم على تحذير مهم جدا وهو اننا مش بنقرب السيروم ده من عينينا لأنه هو فيه نسبة بيرفيوم لو اي حد يعني حساسة فعلا هيتعبه جدا لو قرب من عينيه لكن طبعا فيه سيروم مخصوص نزل للعين من لوريال ما فيهوش اي بيرفيوم ولا اي روايح وبرضو عجبني جدا وبستخدمه وكنت عملت لكم ريفيو عنه مخصوص لو حابين تشوفوا الفيديو بتاعه هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن نيجي بقى الأهم حاجة وهي المقرنة ما بين الإصدار الجديد والإصدار القديم والفروق ما بينهم نيجي بقى الأول فرق وهو شكل العلبة من برا واللي واضح جدا والعلبة اللي على يمين هي الإصدار الجديد والعلبة اللي على الشمال هي الإصدار القديم والملحوظ إن شكل الإزازة أصغر على علبة الإصدار الجديد وشكلها أكبر على علبة الإصدار القديم ثاني فرق بقى ملحوظ واستوربته جدا بصراحة واستوقفني هو إن على العلبة بتاعت الإصدار الجديد مكتوب إن السيروم بيقلل التجعيد بنسبة 60% في حين إن على العلبة بتاعت الإصدار القديم كان مكتوب إن هو بيقلل التجعيد والخطوط بنسبة 40% بس مع إن إن الاتنين في التركيبة زي بعض بالزبط ومفيش أي اختلافات في التركيبة خالص نفس المكونات مكتوبة على العلبتين لكن التفسير المنطقي الوحيد هو انه اصلا السيروم ده نازل بقاله كذا سنة يعني حوالي اربع او خمس سنين وبالتالي التجارب السريرية اللي اتعاملت عليه بقت اكتار واثباتت نسبة نجاح اعلى لي فبالتالي قررونهما يغيروها على العلبة لان ده التفسير المنطقي الوحيد تالت فرق بقى وده برضو ملحوظ جدا في شكل الازازة وهو ان الازدار الجديد الازازة بتاعته كده لونها افتح من الازدار القديم تاني فرق في شكل الازازة برضو هو ان البمب بتاعت الازدار الجديد شكلها اصغر من الازدار القديم وكمان حجم الازازة نفسه اصغر شوية في الازدار الجديد عن القديم مع ان الكمية هي هي 30 ملي بالزبط نيجي بقى الاكبر فرق ما بين الاثنين وهو ان الازدار الجديد بقى بيتصنع في مصر انما الازدار القديم كان بيتصنع في المانيا زي ما انتوا شايفين كده مكتوب على العلبة من تحت ويمكن ده السبب طبعا في إن بقى فيه فرق كبير في شكل الإزازة والعبوة من برة لكن أعتقد إن مفيش أي تغيير في التركيبة لإن زي ما قلت لكم كل المكونات المكتوبة على العلبة الجديدة زي العلبة القديمة بالزبط وكمان بستخدم اللتنين بقى لإسبوع برضو ومش حاسة أي فرق ما بين اللتنين خالص واللتنين برضو نفس السعر وهو 250 جنيه أنا بصراحة مش حاسة فرق لكن لو حد بيحب الإصدار القديم بتاعه ممكن تدوره عليه في صيدليات مش كبيرة قوي بيكون طبعا عندهم كميات من الإصدار القديم على عكس الصيدليات الكبيرة اللي بتخلص المنتجات اللي عندها أول بول لإن طبعا بيكون عليهم وارد أكتر من الصيدليات اللي هي مش كبيرة قوي شخصيا بصراحة من المتحمسين جدا للسيروم دوت نتيجته حلوة وسريعة وكمان سعره كويس بالنسبة لأنواع سيروم هيلورونيك تانية بتحقق نفس النتيجة لكن سعرها بيكون أغلى كتير وزي ما قلت هو سعره 250 بس فعلا بيطاول قوي يعني الإزازة دي هتعود معاكم حوالي 3 شهور كده وده كمان لو انتو بتستخدموه مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل أتمنى أكون عرفتكم كل اللي انتو محتاجين تعرفوه ولو لسه عندكم أسئلة ممكن تسألوني في الكومنتات وهرد عليكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع أصحابكم وهستنى رأيكم في الكومنتات اشتركوا في القناة